السلام عليكم أخواتي أهلا بكم فوصفة جديدة نتمنى تكونوا بخير وعلى خير اليوم قد نحضروا مركز الليمون الحامض أو السيترون اللي تكون لديله أصفر دابا هذا الوقت دياله استغلوه وديرو به هذا المركز هذا اللي ممكن تحضروا به المنادة منعشة بحال اللي تنخذه رها معروفة وكذلك تحنوا معاه مختلف الفواكه وقد يفيدكم إن شاء الله إلا درتوف المجمد للشهر الكريم إلى طول الله العمر ما تنسونيش ملايكات ديالكم وتشجيعاتكم الرائعة شكرا لكم ونمشيوا على بركة الله الوصفة والطريقة ديالنا غادي نحتاج لتلاتة كيلو ديال الحامض أنا غادي نعطيكم المقدار وانتوما غادي تقسموه كيف بغيتو المهم تقسموه المقادر أنا غادي تلاتة كيلو ديال الحامض سيترون اللون دياله أصفر ونختاروه يكون هكذا كبير وفيه المام زيان كل كيلو ديال الحامض غادي نستعملو معاه نصف كيلو ديال السكر حبيبات أو ساندة نحتاج لها كيلو ونصف ديال السكر حبيبات من الأفضل يكون رقيق باش يدوب معانا ضغياء غادي نغسلو الحامض مزيان وغادي نشفوه وغادي ناخدو حكاكا رقيقا بحال هاد الشكل وغادي ناخدو منه غير القشرة الفوقانية ما ننصلوش البيضاء راه سهلا بحال فاش نحكوها على الكيك حتى نكملو قاع الحامض اللي عندنا من الأفضل نستعملو واحد الإناء أو واحد المول ديال الزاج ما نخليوش هاد الخالط هادا يتفاعل في الأليمينيوم وما نستعملوش كذلك البلاستيك باش نشربوش حاجة من بعد لي تكون صحية من الأفضل الزاج نأكد عليها من اللي كملت الحامض كامل كيف تتشوفو حصلت غير على القشرة الرقيقة نستعملو في الكيك إلا وصلنا للقشرة البيضاء غادي تكون عندنا المرورة في هاد العاصير هادا أو هاد المركز ما نخصناش نحكوها مع هاد القشرة غادي ناخد سكر أي كيلو ونصف إلا استعملنا غير كيلوة الحامض غادي نستعملو معاه نصف كيلو ديال السكر حبيبة أو ساندة هذا هو المقدار اللي غادي يجيكون مزيان ومن بعد ما غاديش تضيفو ليه السكر نهائيا يكون هو هاداك من اللي تطحنوا معاه الفاوكيه من بعد أو ممكن تضيفو سكر حسب ضغط ديالكم اللي تتناولو السكر زيد شوية في العصائر غادي نحرك مزيان حتى نكمل كمية ديال السكر من بعد غادي ناخد الحامض اللي حكينا ليه القشرة دياله كامل غادي نعصروه مزيان نستغلو قاعد ما اللي فيه ما نخلوه حتى حاجة باش يجينا نحصلو على لتر ونصف ديال الحامض ثلاثة كيلو ديال الحامض غادي نحصلو على لتر ونصف ديال العصير من اللي كملتو كامل غادي نصفيه ونضيفو لهاد القشور اللي خلطنا مع السكر حبيبات في الأول غادي نستعمل أي مصفات لكن غادي ناخدش بكامل أحسن لأن هادي عيونها صغر بزداف غادي تعطل المهم هو ما تدوش لنا شي حاجة أو شي عظم إلا كان ديال الحامض هادي شبكة هكذا سعملو تتكون شوية عيون ديالها كبار من الأفضل صافي دبا غادي ندروه في تلاجة غادي نحركو مزيان سكر وغادي ندروه مدد ديال 24 ساعة في تلاجة مهم هادي العملية باش سكر يدوب مزيان في الحامض وما غاديش نخليه في تلاجة بلا ما نحركوه مره مره وقتمح لنا تلاجة بغادي نجبدو أي حاجة أو تفكرنا غادي نحركوهم زيان بالمعلقة أو بالطرابية داوي المهم هو نحركو ذاك السكر اللي تيبقى تينزل تحت وتيبقى في القاعدة ديال المول المهم ضروري تخليوه 24 ساعة حتى تيتشرب مزيان هاد العاصير مع القشور ديال الحامض اللي درناه معه ومع السكر وتيينزل مزيان وتيدوب لي ندك السكر ما تيبقاش نهائيا في العاصير بالنسبة للقشور ممكن تستعملوهم تديروا معهم أي معطرة يعجبكم القرفة القرومفل أو اللي يعجبكم وتديروا في الميت بختي يعطي رائحة في الضرزوينة أو تنقوا به تجاج المهم إلا بلكو ما تديروا به ما غدش نضيعوه بالنسبة للعاصير من اللي مرة 24 ساعة هذا هو الشكل ديالوتي واللي خاتر تينساجم زيان مع السكر تيدوب فيهم زيان هادي ناتجة اللي بغنحصلو عليها أن السكر تيدوب تماما من بعد غادي نصفيوه باش نحصلوه على هدوك القشور اللي كنا ندرنا مع السنين ده في الأول ما غدش نضيعوهم غادي نصفيوهم كاملين وغادي نحطوهم في سوبيرا في المجمد أو في قرعة اللي بغيتو وغادي نسمو بيهم الكيك ديالكو تيجي رائع بزاف تنسيم ديال الكيك أو اللي بغيتو هدا هو الشكل ديالهم تدهزو منهم علقة صغيرة أو حسب الضوء وتديروهم في الكيك تيجي شي حاجة زوينة بزاف وبالنسبة لهاد العاصير غادي ناخدو منو 150 ميليليتر أي كاس ديال العنبا هدا هو العبار اللي غادي تحصلو به على لتر ديال العاصير من بعد كل كاس غادي نعمروه تاي يوزن القياس ديالو 150 ميليليتر غادي نحطوه إما في بلاستيكا أو في سوبيرات اللي بغيتو المهم تكون حاجة محكمة الإغلاق باش نحتفظو به تيبقى فوق السنة في المجمد ما تيترالو حتى حاجة وما تيتجمدش ما تيوليش بحال التلج ديبقى على شكل كريمي تهزو منو القياس اللي بغيتو ممكن تهزو منو غير شوي بالمعلقة وتحتفظو بالباقي أو تهزو العدد اللي بغيتو بحال كاس اللي درناه في كل ساشية أو كل بلاستيكا غادي يعطينا لتر ديال العاصير غادي تزيدو عليه المبارد غادي نفعكم إن شاء الله في فصل الصيف لجمدته ممكن تجمده أكتر وأكبر كمية اللي بغيتو حسب الضوغ والمدق دياله رائع تحنو معاه مختلف الفواكه أو تقدمو غير هكذا لمو نادمون عيشة زوينة بزاف ما تنسونيش مدعوتكم الطيبة شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله